تذكروا كويس هذه البنت شعرها من كوش تلبس نظارات وريحتها مميزة واكثر شي لازم تذكروه انها اكبر كذابة في التاريخ سلام عليكم كيفكم اتمنى انكم تكونوا بخير قصة اليوم عن بنت مرة احبها كانت صديقة من صديقات الطفولة وكانت حرفيا اكبر كذابة شفتها في حياتي قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوني من اللايك وتشاركون الفيديو مع اصحابكم وزي ما وعدتكم في اخر الفيديو رح تلاقون الرسومات الي ارسلتموها لي على الانستغرام وبدون ما اطول عليكم يلا نبدأ الفيديو اعرفكم بطلة القصة الي رح نسميها سوسو شعرها دايما منكوش لانها ما تمشطة تلبس نظارات زي كل افراد عيلتها وملابسها فيها دايما رائحة الطبيق هذه البنت كانت جارتنا بيتهم قدام بيتنا تقريبا بيتنا بعيد عن بيتهم بعشر امتر وكانت دايما تيجي على بيتنا عشان نلعب وعشان ندرس وكمان كنت انا واختي نروح على بيتهم وهذه البنت درست معي في نفس المدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية طبعا في بعض الفصول مو كلها لكن قصتي اليوم حدبتت في المرحلة الابتدائية رح احكي لكم كانت سوسو تيجي دايما عندنا للبيت غالبا لما ما تكون امي موجودة يعني لما نخرج من المدرسة نوع العاشرة صباحا نيجي على البيت ونجلس نلعب تعرفون هذ اللعبة حق تسلق الابواب كانت شاطرة فيها وتبغي دايما تسويها هذه مو مشكلة لكن المشكلة ان رجولها كانت دايما متسخة وبتوسخ الجدران ولما تيجي امي من الشغل وتشوف العلامات على الجدار تعرف ان سوسو كانت بالبيت وطبعا كل التوبيخ كان يجي علينا يعني لاننا نحن اللي خليناها انها تتسلق الجدار وفي مرة اجت عندنا بالبيت وشافت عندنا الحمام اللي كنا نربيه تربون حمام؟ كرس شياطين تسكن الحمام وصارت تألف لنا قصص عن بنات وقع لهم اشياء بسبب الحمام وفجأة كذا ما نلاقي الا الحمام يجي يضربها ضرب صدقتموني؟ والله امزح انا بس ابغى اعطيكم مثال عن الطريقة اللي كانت تتكلم بيها واحنا يا عيني كنا نصدق كل شيء كانت تقوله ونروح لامي ونحكي لها لما كنت صغيرة كان عندنا اسد بالبيت كنا نربيه لكن ابوي قال ان ثمن اللحم غالي عشان كذا اخذنا حديقة الحيوان امي تعرفين ان سوسو كان عندهم اسد بالبيت كانوا يربونه لا هذي كانت تنزح معاكي وبس هذا مو صحيح امي سوسو تقول ان الاستاذ اللي جنبنا كان في الاصل طيار وكان يروح للفضاء لكن بعدين ما صار يبغي الفضاء ورجع يكون استاذ طبعا سوسو كانت تجيب لنا افكار وقصص غريبة وكنا نصدقها ونحبها وكنت اشوف ان امي ما تصدق اي شيء وانها تشك كثير وانها مو طبيعية وفي يوم لما كانت سوسو عندنا بالبيت شافت عندنا قصة حلوة وقالت لنا انها تبغى تقراها طبعا عشان تزيد مستوى الخيال اللي عندها المهم صارت اختي تحكي لها عن القصة هذه اختي تبغى دايما تحكي كل القصص اللي قارتها يعني دايما تحرق عليكم قبل ما تقروها اخذت سوسو القصة وصارت ما تبغى انها ترجعها ومن يومها صارنا نتشنبها وصارنا ما نبغى اننا نعطيها اغراضنا وقصصنا وعشان نعطيها قصة كمان قالت لنا عندي قصة بالبيت مرة حلوة وكذا اعطيناها قصة عشان تشيب لنا قصة اللي قالت لنا عليها لكن شفنا الخسوف والكسوف وكنا ما نشوف هاذ القصة وكانت كل يوم تتحجج بحجة مرة تقول اختها تقراها ما خلصتها ومرة تقول ان اختها عصبية وما تبغى انها تعطيها واخر عذر قالته هاذ القصة مو حلوة فيها كلمات بذيء ورعب وقتل ودم وما تصلح للاطفال وزي ما قلت لكم انا صدقتها ورحت عند امي عشان احكي لها وقالت لي امي انه هذا كذا وانه هاذ السلسلة من القصص فيها عبر واشياء حلوة حقة الاطفال فرحت عند سوسو وقلت لها انه اذا ما اعطتني القصة ما رح اصدقها ابدا في حياتي وصارت مضطرة انها تجيب لنا القصة لما فتحنا القصة تتصوروا شو نلاقينا لقينا بعد الصفحات عليها معجون الاسنان واللساق يعني كأنه ما تبغانا نشوف هذه الصفحات ولما سألناها ليه سويت كذا قالت انه ابوها هو اللي سوى كذا على اساس انه هذول الصفحات فيهم هذاك الكلام البذيء ولكن احنا ما صدقناها ورحنا فتحنا صفحات وطبعا لقينا كلام عادي حق اطفال وما في اي شي من هذوك القصص اللي كانت تقول وهنا سرنا نشكك في انها كذابة كبيرة واجه هذا اليوم اللي رح تنكشف فيه تدرونا انه بكرة الوادي اللي يجون بمدينتنا رح يصب علينا ورح تغرق مدينتنا بالكامل هذا اليوم ما انساه ابدا حسيت بخوف كبير ما حسيته قبل وما انمت بالنور وصرت اتخيل مظهر الوادي وهو يغرق علينا وفي الصباح لما قلت هذا الكلام الامي قالت لي بعدك تصدقين كلام سوسو رحت للمدرسة وما صار شي لا امطار ولا واضي ولا شي من اللي قالته وهنا حسيت اني حمارة بذنين كبار كأنهم كانوا عندي من زمان واليوم شفتهم وحسيت انه لازم اني انتقن وفجأة كذا شفت شاحنة وعليها رمز ام وصرت افكر واستخلصت انه هذا الحرف يعني المغرب وهنا جاتني خطة شريرة ورحت عند سوسو وقلت لها ابوي اشتر شاحنات كثير وحط اسمي عليهم حط رمز ام يعني ميرا ما كنت متأكدة انها رح تصدق لكن قلت رح اكذب عليها زي ما هي تكذب عليها وراحت سوسو لاحظت انه فعلا في شاحنات كثيرة عليها رمز ام وبكرة في المدرسة لقيت كل بنات الفصل يعرفوني هذا السالفة وكلهم صدقينها طبعا ما قدرت اني اقول الحقيقة وإلا رح يقولون كلهم اني انا الكاثبة مو سوسو من يومها صرت افكر يمكن تكون سوسو مو كذابة ممكن تكون تصدق اي شي تسمعه وفي عقلها تاخذ الخبر باب المنطق مقفل عليه بالقفو تفوته وتروح تقولي الاشياء اللي سمعتها اعتقد هذه كانت حالتنا كلنا لما كنا اطفال انتوا اكتبوا لي في التعليقات اذا كنتوا تصدقون اي شي تسمعونه او انكم ما تصدقون هذه كانت قصتنا لليوم مرة استمتعت وانا ارسمها واستعيد ذكريات الطفولة اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو واكتبوا لي في التعليقات اذا انتوا كمان كان عندكم اصدقاء كذابين ويقولون كذب يعني ما يصدقه العقل وقبل ما خليكم مع رسومات المتابعين اشكركم على وفائكم واشكركم على دعمكم للقناة وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسوني مني اللايك وتشاركون الفيديو مع اصحابكم وإلى اللقاء يا احنا اصدقاء اشتركوا في القناة صلي في مسجد المدرسة ايوة ايوة طبعا انا عقلي ما كان يقول ايوة كان يقول يعني انتي ما عندك مكان في البيت عشان تصلي ويعني ما تضيع وقت راحت عند الاستاذ مباشرة قالت له انه احنا اللي نبغى نصلي اشتركوا في القناة